وقتال حفتر الآن على طرابلس هو لم يبدأ الآن هو بدأ منذ خمس سنوات من عام 2014 من ذلك الوقت تعلم ما إذا كان قتاله يجب على الناس أن يدافع عن أنفسهم ولا يسمحوا بإجرامه وإلا الدفاع دفاعه هو دموية هو خرج عن الشرعية باغ من ذلك الوقت من خمس سنوات هو باغ خرج عن الشرعية عندما لم يكن في ليبيا إلا جسم واحد لو الشرعية وهو الموتى مرطي العام ليس هناك جسم غير هو خرج وأعلن بكل صفاقة أن الدستور مجمد وأن هذا يجب القبض عليهم وأن هذا انقلاب انقلاب عن الشرعية وبغي بكل المعايير معايير الشرعية والمعايير الدنيوي فمن ذلك الوقت بدأ يلاحق الأبرياء ويلاحق أهل الشرع وأهل الدين وقتل عشرات بالمئات من الخطباء والأئمة والقراء في بنغازي وفي درنا ومثل بالجثات وقتل الناس صبرا أكد بدم بارد في الطرقات ورمى الجثت في الكناسة وجنوده وقواته والمقربون منه يعلنون ويصرحون يقولون أن لا نريد شرع الله ولا نريد دين الله وزمنية الآخرون عملاء السعودية يقولون نحن يعني مستعدين يقولون نحن مستعدون أن نعصي الله ولا نعصي أوامر حفتر ليس هذا بعد هذا الضلال ضلال هذا يجب على كل مسلم من يقاتله لا تجوز مهادنته هذا عدو لله وعدو لدينه وعدو لوطنه وعدو لأمته يعني باغ وأمر الله عز وجل بقتله وبقتل البغاة فهذا يبين لك القتال المشروع والقتال لهو عدوان بالإضافة إلى من الذي يصطف إلى جانبه لتعلم ما إذا كان قتاله قتال مشروع حتى يلتبس عيك الأمر لا يلتبس الأمر في قتال حفظا ليس هناك ألبس أبدا